الشهيد 1932 وحدة سكنية في عشر ولايات كما أشرف سيادته على تدشين 54 مشاة تعليمية وعشرين مرفقا صحيا تم إنجازها من قبل المندوبية العامة لتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تأزر مرة أخرى تلتحم القمة بالقاعدة على أديم الشمامة رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني في مدينة كيهيدي يتقسم مع سكان قربل الفرحتين فرحة الاحتفال بالذكرى الثانية والستين لعيد الاستقلال الوطني المجيد وفرحة الإعلان عن ميلاد إنجازات كبرى وإطلاق مشاريع تنموية أخرى عبر سكان قرغل عن تقديرهم لاختيار ولايتهم موقعا لإعطاء إشارة البدء في تنفيذ الأشغال وبشكل متزامن على مستوى الوطن في هذه المشاريع والبرامج وعن تذمينهم للحصة الكبيرة التي حظيت بها الولاية المضيفة رئيس الجمهورية أزاح الستارة عن الرزمة الأولى من تدشينات كيهيدي التي تمثلت في مكوينتها الأولى في تدشين 54 مشاءة تعليمية أنجزتها مندوبية تآزر في مناطق مختلفة داخل وطن وبالتزاون مع هذا الحادث المهم دشن رئيس الجمهورية أيضا عشرين مؤسسة صحية اكتملت فيها الأشغال وتم تجيزها بكافة المستلزمات الطبية اللازمة من طرف مندوبية تآزر قبل جعلها تحت تصرف قطاع الصحة وفي حي التنزاه الواقع بمحاداة مطار كيهيدي وضع رئيس الجمهورية اللبنة الأولى لأكبر مشروع للسكن الاجتماعي ينفذ على المستوى الوطني منذ نشأة الدولة وقد خصت له الدولة ما يناهز 16 مليار أوقية قديمة تكفي لتشييد 1932 وحدة سكنية في عشر عواصم جهوية يتوقع أن تسلم كلها قبل شهر مارس من العام 2024 وخلال جولة بين هذه الوحدات السكنية تابع رئيس الجمهورية شروحا فنية عن طبيعة الأشغال في مختلف ورشات العمل التي تم توزيعها حسب المعايير والجودة والخبرة على عشر مؤسسات وطنية مختصة بالمقاولة والأشغال العمية والبناء تجسيدا للنهج الشراكة الثنائية المطلوبة بين القطاعين العام والخاص مختار بابو الأحمد قناة الموريتانية مدينة كيهيدي